لان انا في الحقيقة مش كده يعني مش من ناس اللي ببقى فكرة الجان والمش عاف ايه والبتاعها والبدلة والحاجات دي يعني عشان جاي لحضرتك بقى النهاردة وبرنامج ده انت قالوا عليك مهانة العرب يا عم لا يا عم وبرنامج محترم جده وبيرفى يعني الواحد انت راجل يحاول يوحك كده يعني عملت برامج كسرت الدنيا في بيرفع وعملت شور جميل يعني نسي ربنا خليك يا ضبطر فأنا بحب يعني حياتي فيها عشوائية وبهدالة والبس انزل لبس اي حاجة انا كده فأنا بحب الادوار دي جدا وبتاخد صعوبة شديدة جدا 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 مع الصناع عشان تعمل اللي انت عايزه عشان توصل لمرحلة ان انت ليه قرأي او انا عايز اعمل كده دي صحبة جدا وفي نجوم حتى يكونوا بيجيبوا فلوس كتير جدا ويبقوا عايزين يغيروا بحاجة معنا ممكن المنتج يخافي قولوا لا يا عم انت نسحب بقى في كده فادي مشكلة لازم يبقى انت بقى معك مخرج زي خالد يوسف مخرج زي يوسف يعني يوسف ماشاء الله السادزة طبعا السادزة نور الشريف الناس اللي هي بتحب تكتشف بتحب تقدم الجديد وبتحب تغير شكلك طبعا في ناس كده وفي كده فانا دايما بحاول ان انا اغير انت طبعا بتحط في ماذق ان ممكن بتبقى محتاج تعمل عمل وطبيعة الاطار بتاع العمل ده غير اللي انت شبه اللي انت عملته قبل كده يعني انا استنادي نفسي اعمل اعمال سواء في السينما او في التلفزيون خلاص مش الطبع الاجتماعية اللي انا قدمتها شوئية اللي هو الغاني يعني انا بعمل حاجات شاب الغاني بل اي بيلبس في البيت بتاعه انضف ما انا بيلبس وانا خارج بيلبسهم حاجات بس انت دخلت في الكوميدي كمان يعني انت لما عملت مع ياسمين عبد العزيز فانا جميل عملت معها في فيلمين